بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهذر ولا تمنون تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقغ في الناح فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير زرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تميذا ثم يطمع أنزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهق صودا إنه فاتكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدته إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب ويؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كاللا والقمر والليل إذا دذر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخذر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصدلين ولم نكن طعب المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يتاصف منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكرة وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة أهل تقوى أهل تقوى أهل التقوى